للمزيد ينضم إلينا مراسل أكسر نيوز تيموثي إيهاب تيموثي ورحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية مزيد من التفاصيل حول هذه القوافل المتعلقة بأبواب الخير المحافظات التي سيتم زيارتها اليوم تفضل تيموثي تحياتي نادا تحياتي هشام بالفعل أقفوا في مقر المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق تحية مصر للإعلان عن إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير للأسر الأولى بالرعاية مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم كل عام والجميع بخير هذه المبادرة كما قلت نادا تخدم في المجمل خمسة ملايين من المواطنين الأولى بالرعاية هذه المرحلة الأولى التي نشهد إطلاقها اليوم وإنطلاقها إلى المحافظات بالفعل تخدم مليون مواطن في خمس محافظات هي الجيزة القاهرة قنى والأقصر وأسوان بواقع مئتي ألف كارتونة يتم توزيعهم اليوم من المواد الغذائية الجافة لكما قلت خدمة المواطنين والرفع عن كهلهم خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم هذه المبادرة تأتي بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وعدد من الجهات العامة والخاصة وعدد أيضا من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إطار توجيهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية والمواطنين الأولى بالرعاية والرفع عن كهلهم في ظل الأزمات التي يتعرض لها العالم عموما والتوترات وبالفعل يعني يعتبر طبعا قرب شهر رمضان المبارك من المناسبات الهامة التي تستدعي هذه المساعدات للمواطنين الأولى بالرعاية إليك ندا نعم أنا في الحقيقة أشكرك جزيل شكرا زميل تيموسي إيهاب مراسل أكسر نيوز شكرا جزيلا لك شكرا